مرحبا بكم مشاهدي قناة قوي عقلك نعلم أن التبني تربية أطفال صغار غير أولادك المرتبطين بك في الدماء ولكن ماذا عن الحيوانات؟ التبني عملية شائعة في عالم الحيوان أيضا بل وتحدث أحيانا بين فصائل مختلفة من الحيوانات وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقطع دعونا نبدأ 1- أنثى نمر وخنازير من الصعب أن تتخيل وجود حيوانات مثل الخنزير والنمر في مكان واحد ومن الصعب كذلك أن تتخيل وجودهما معا ولكن أحيانا تحدث أمور رائعة بالفعل قررت حديقة حيوانات في تايلند أن تقوم بتجربة مثيلة لترويد النمر فجعل النمر الصغيرة ترضع من خنزير والخنازير الصغيرة ترضع من النمر ولم ترفض أي من الأمهات الصغار وكانت تعاملهم كالأم أن تجعل فصائل مختلفة مثل هذه تعيش معا أمر صعب ولكن أنثى النمر عرفت أن هؤلاء أصدقاء وليسوا طعاما لا أحد يعرف مصير التجربة المستقبلية ولكن مشاعر الأمومة غامضة بالفعل هيرمن حمامة لا يمكنها الطيران ولاندي هو شيواوا لا يمكنها السير حسنا ماذا بعد؟ في يناير من هذا العام انتهى الحال بلاندي داخل مؤسسة إنقاذ الحيوانات ذات الإعاقة بوينشستر بالولايات المتحدة الأمريكية وهناك تقابل لاندي مع هيرمن واعتنت به الحمامة جيدا وجمعتهما علاقة صداقة أكثر منها علاقة أب وابنه ولكن صورهما معا مذهلة يؤكد مؤسس المنظمة سوريدريغز أنهما لا ينفصلان مطلقا يحبان اللعب معا وقضاء الوقت معا وقد تلقت المؤسسة الكثير من العروض لتربية الاثنين معا وبذلك لن ينفصل الاثنين أبدا في البرية النمور والقرود أعداء حقيقيون ولكن في مؤسسة ويلد لايف بساوث كارولينا تكونت علاقة صداقة بين قرد الأورنغتون والثلاثة نمور حيث كان القرد يشاهد الحراس يعتنون واقتربون من النمور الصغيرة ورغب في تجربة الأمر والنتيجة كانت مذهلة حيث إن علاقة قوية ربطت بينهم ويبدو أن القرد يعتقد أنه أبوهم أو أمهم أو حارس وغابة هذه لم تكن المرة الأولى التي تتكون فيها علاقة صداقة مع نمر فالقردات تحب الصداقات الغريبة مثلا الشمبانزي اسمه دودو كان يعيش في حديقة حيوان تايلندية يعتني ويرعى النمور الصغيرة وهو سعيد جدا تخلت أنثى حمل عن ابنها الصغير المنقط بمزرعة بستراليا وعادة في هذه الحالة يعتني صاحب المزرعة بالحمل المسكين ولكن هنا وجد الحمل أم بديلة غير عادية أنثى دلمشين أو كلب منقط يجب أن نعترف أنهما يبدوان متشابهين وربما بسبب ذلك اعتقد الكلب أن هذا الحمل يخصه وحاليا تتعقب الحمل الأم في كل مكان وتقوم الأم بتربيتها ورعايتها والاهتمام بها ويقوم المالك بإطعام الحمل الحليب حسنا لن أندهش إذا في مرة ما قام الحمل بالنباح أو التقط عصيانا أو قام بحراسة المنزل في عام 2014 ولد صغير أسد في غابة في سريلانكا ولكن للأسف رفضته الأم وهذا أمر قد يحدث بين الحيوانات البرية ومن الصعب أن تجعل التفكير مخلوق يتغير وقد شعر العاملون بالقلق تجاه مستقبل الأسد الصغير يمكنهم إطعامه لا مشكلة ولكن من المستحيل أن يعيش من دون حب أبوي وهنا جاء كلب للإنقاذ أنثى كلب لديها جراء صغار اعتبرت أن الأسد الصغير واحد من أبنائها أيضا وبدأت في إطعامه ولعقه والاهتمام به بل يبدو أنها أحبته أكثر من جرائها ونمى الأسد وسط عائلة صغيرة وبالطبع عندما أصبح بالغا احتاج إلى مكان أكثر ملاءمة له فلم يمكن إبقاؤه في منزل مالك الكلاب فتم نقله إلى حديقة حيوانات ثم إلى مؤسسة للحيوانات البرية واليوم أصبح أسدا كبير الحجم رائع الشكل والفراء الصغيرة مجددا ونتساءل هل يتذكر من رباه وأطعمه هل يمكنه أن يتعرف على والدته التي تبنته بعد السنوات ما رأيكم أنتم؟ أخبرونا في التعليقات ستة دجاجة وحيوانات مختلفة عندما يضع الدجاج البيض تحركه غريزته ليرقض فوقه لتدفئته وعندما يفقص البيض يكون الصغار مساكينا للغاية وضعافا فتضعهم الأم أسفل جناحيها ليحصلوا على الرعاية والدفء حتى يكبروا ولكن يبدو أن الدجاج يمتلك حبا كبيرا يكفي الجميع حتى القطة الصغيرة فقد قامت دجاجة تسمى كوكو بتبني قطة صغيرة وكانت تحميها من أية تهديدات على سبيل المثال كانت تبعد الدجاج الآخر بعيدا عن منزلها لتحمي القطة الصغيرة وبالتالي يضطر باقي الدجاج للبقاء بعيدا والغريب أن أم القطة الحقيقية تعيش مع كوكو في نفس المنزل وتقوم كوكو برعايتها أيضا وحمايتها وقد كانت كوكو هي من قامت بتربية الأم أيضا ويبدو أن كوكو سعيدة بدور الجدة فهي تعتني بابنتها ذات الفراء وحفيدتها الصغيرة وكوكو لديها ابنة بايولوجية أيضا وهذه الدجاجة الصغيرة تعتني بالقطة الصغيرة أيضا كما لو كانت خالتهم هذه أغرب عائلة حيوانات يمكنك أن تراها في حياتك حالة كوكو ليست الحالة الوحيدة فهناك دجاجة أخرى تعتني بأرانب حديثة الولادة أيضا ولد الأرانب أم ولكن يبدو أن الدجاجة والأرنب قصموا المهمات بينهما وحدة تطعم الصغار والأخرى تدفي أجسادهم كما لو كانوا يقدون منوبات مع بعضهم البعض الأمر غريب بالفعل ولكن لا يبدو أنهم يواجهون أي مشكلة 7- الكلب أشلون والرقون قد تعتقد أن البيتبول حيوانات عنيفة قاسية جدا مستعدة لمهاجمة أي شخص فهم كلاب متعطشون للدماء ولكن أنت لم تقابل أشلي فهي أفضل أم بديلة في العالم حيث وجد ثلاثة من حيوانات الراقون أنفسهم أيتاما في منزل مالك أشلي فنجدها قررت على الفور أن الثلاثة الساحرين هم جراؤها الصغيرة كانوا مساكين للغاية يمكنهم بالكاد أن يسيروا من أنفسهم وكانوا يشعرون بالرعب الحقيقي لم يكن واضحا لماذا أو كيف خسروا أمهم ولكن أشلي تولت رعايتهم على الفور دائما ما تقضي أشلي الوقت مع صغارها وتهدم بهم وهم يشعرون بالأمان فقط معها ولا يخافون من أي شيء وهي معهم وعلى الرغم من كونهم يعيشون معها في منزل واحد فإنهم في النهاية حيوانات برية عندما كبروا قليلا تم إطلاقهم في الغابة لاتباع غرائزهم وتسلك الأشجار ثم يأتون إلى أمهم يقضون معها بعض الوقت ويعودون للغابة مرة أخرى ثمانية قطة وبط على الرغم من أن القطة الأليفة مفترسة في أعماقها فما زالوا يتذكرون أجدادهم وهم يصطادون في البرية فأحيانا تتغلب عليهم الذاكرة الجينية وقد تدفع سمكتك الذهبئية أو فأرك الثمين ولكن هذه القطة تمتلك غريزة أمومة أكثر من رغباتها الفتراسية فرونان ويمالايلي من قرية أيرلندية صغيرة لم يصدقوا أعينهم عندما تبنت قطتهم ثلاث بطات صغيرة يتيمة فقد قامت بأخذهم ووطعهم وسط قطتها الثلاث الصغيرة في البداية اعتقد الرونان أن القطة ترغب في أكل البط الصغير عندما جذبته بأسنانها ولكن تبين أنها تجذبه لتضعه بالقرب منها وقامت بعمل معتادة على عمله مع صغارها لم تتأذى بطة واحدة خلال أعملية الأطعام والتنظيف والأكثر أنهم أصبحوا أكثر ارتباطا بأمهم يقول القبراء على الرغم من غرابة هذه الحالة فإن الأمر ليس بالنادر فالحيوانات لا يمكنهم العد فهي لا تعرف هل لديها ثلاث أو أربع أو ست قطت صغيرة إذا كانوا صغارا فهذا يعني أنهم صغارها وربما تندهش عندما يكبرون 9- الكلب المربي كلاب جاكروسل كلاب نشيطة صاخبة شجاع ولكنها أحيانا تكون جريسة أطفال رائعة ليس للبشر ولكن لوحوش البرية دعونا نتعرف على ناتلي كانت تعيش في مؤسسة للحيوانات البرية بناميبيا وهي أم بديلة أو مربية جيدة للغاية لكل الصغار مثل الطباع والفهود وقرود البابون يبدو أن ناتلي لا تشعر مطلقا أنها من فصيل مختلف فبالنسبة لها هؤلاء الصغار هم صغارها يحتاجون للرعاية والحماية والحنان يقول مؤسس الملجأ إن ناتلي تمد الصغار بأمومة جميلة وعاطفة لا يمكن أن يمنحهم إياها أي بشري وتعامل الحيوانات الأخرى بالمساوى تتبنهم ناتي يكبرون ليصبح حجمهم أكبر بعدة مرات منها ولكن بالنسبة لها فهم دائما صغار يعتبر الكثيرون الكابيبارا ألطف مخلوق على كوكب الأرض بسبب سمعتهم اللطيفة الكابيبارا أكبر قوارد في العالم حيوانات نباتية تعيش في قطعان ولا يتحاربون مع أي حيوان آخر مطلقا وهم ودودون لكل مخلوق حي وهذا الكابيبارا المسمى تشيزكيك مثال لطيف على ذلك حيث انتهى به الحال في ملجأ حيوانات بأركنسوس وهو صغير جدا وقد عاش مع كلاب في منسل المؤسس للملجأ كانت تلعب وتأكل وتنام معهم وهي لا تعتبر نفسها كلبا ولكنها تمنحهم الحب والحنان ومع الوقت بدأت تعتني بكل الجراء اليتيمة في الملجأ تقوم جيزكيك برعايتهم والنوم والأكل معهم وكذلك تعاقبهم إذا أساء التصرف إنها تتصرف كأم حقيقية والحقيقة أنها لا تحب الكلاب فقط ولكنها تهتم بجميع الحيوانات في الملجأ وتقضي معهم الوقت أيضا هذا كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة نراكم قريبا اشتركوا في القناة شكرا لكم